أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في خدمة دروس درسنا اليوم بسيط وسهل بعنوان استقصاء حل المسألة اختار الخطة المناسبة لمادة رياضيات للصف الثالث الابتدائي فهيا بنا نتعلم اختيار أفضل خطة لحل المسألة وننطلق الآن مع رحلة الإبداع والإمتاع مع التمهيد الأول يذهب أحمد إلى المكتبة كل يومين بينما يذهب معاد إلى المكتبة كل ثلاثة أيام فمتى يلتقيان للمرة الأولى ومتى يلتقيان للمرة الثانية دعونا أحبة نقوم بتنظيم حلنا في جدول بسيط فقد ذكر في السؤال أن أحمد يذهب كل يومين فسيذهب في اليوم الثاني بعدها في اليوم الرابع وبعدها سيذهب في اليوم السابق وستكون الزيارة التالية في اليوم الثامن ثم سيذهب في اليوم العاشر وكذلك في اليوم الثاني عشر بينما معاد ذكر في السؤال أنه يذهب كل ثلاثة أيام فسيكون متواجد في اليوم الثالث ثم في اليوم السادس بعدها متى سيكون متواجد؟ أحسنتم في اليوم التاسع وأيضا سيذهب في اليوم الثاني عشر ثم في اليوم الخامس عشر وستكون الزيارة التالية في اليوم الثامن عشر نلاحظ من الجدول أنهما سيكونان في المكتبة معا في اليوم السادس إذن يلتقيان للمرة الأولى بعد ستة أيام ثم سيكونان في المكتبة أيضا في اليوم الثاني عشر إذن يلتقيان مرة أخرى بعد إثنى عشر يوما ولننتقل بعد ذلك إلى المثال الأول ذهب علي ومحمود إلى السوق كي يشتريا أصباغا لعمل مشروع فني فاختارا خمسة علب إذا كان ثمن كل علبة ثلاث ريالات فكم ريالا ثمن الأصباغ كلها كيف سأقوم بحل السؤال ما رأيكم أن نعمل جدول ينظم لنا الحل ويبسط لنا الإجابة فأرسم جدول فيه عدد الأصباغ وثمنها فسعر علبة واحدة كما ذكر في السؤال ثلاث ريالات وعلبتان كم سيكون ثمنها أحسنت ست ريالات أما ثلاث علب فكم ثمنها ممتاز تسع ريالات وإذا اشترى أربع علب فكم ثمنها جميل اثنى عشر ريالا أما إذا اشترى خمسة علب فكم ثمنها رائع خمسة عشر ريالا والمطلوب في السؤال خمسة علب فيكون ثمنها خمسة عشر ريالا وبالتالي ثمن الأصباغ خمسة عشر ريالا دعونا الآن ننتقل إلى التدريب الأول ما العدد التالي في النمط خمسة وعشرين ستة وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين ثلاثة وثلاثين أربع وثلاثين فراغ فكم يكون في الفراغ ماذا تلاحظ في الأعداد ركزوا جيدا أحسنتم نلاحظ أنني في البداية أضيف واحد إلى الخمسة وعشرين فيصبح ستة وعشرين ثم أضيف ثلاثة فيكون كم أحسنت تسعة وعشرين بعدها أضيف واحد فيكون ثلاثين بعدها أضيف ثلاثة فيكون ثلاثة وثلاثين وأضيف واحد مرة أخرى فيكون أربع وثلاثين نلاحظ أنه في كل مرة أضيف واحد ثم ثلاثة وأستمر بهذا النمط فيكون النمط واحد ثلاثة واحد ثلاثة واحد فكم سيكون النمط التالي أحسنت زائد ثلاثة فكم يكون الجواب كم أنتم رائعون الإجابة سبعة وثلاثون ولننتقل الآن إلى المثال الثاني عند فهد وأخيه اثنين واربعين قارورة ماء إذا كان فهد يشرب ثلاث قوارير في اليوم بينما يشرب أخوه أربعة قوارير في اليوم فبعد كم يوم يشربان الماء كله ذكر في السؤال أن فهد يشرب ثلاث قوارير في اليوم فدعونا نقوم برسمها القارورة الأولى الثانية الثالثة وهذا ما يشربه فهد أما أخوه فيشرب كما ذكر في السؤال أربعة قوارير القارورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة فكم يشرب فهد أخوه في اليوم أحسنتم سبع علف في اليوم ولديهما كما ذكر في السؤال 42 قارورة ماء فبعد كم يوم يشربان الماء كله نكتب 42 تقسيم 7 يساوي فراغ 42 وهي عدد قوارير الماء أما السبعة فهو ما يشربه فهد وأخوه في اليوم الواحد فكم يكون الجواب كيف أحل مسألة القسمة نعلم أن 7 ضرب فراغ يساوي 42 ومن يحفظ جدول الضرب جيدا سيعرف الإجابة بسرعة فكم تصبح الإجابة أحسنتم 6 فيكون 7 ضرب 6 يساوي 42 فيكون الجواب كم أحسنتم 6 إذن يشربان الماء كله بعد 6 أيام ودعونا الآن ننتقل الأحبة إلى التدريب الثاني زرع حسان في حديقته 30 بذر الطماطم إذا أنبتت 3 بذور من كل 5 بذور فكم يكون عدد نبتات الطماطم في الحديقة دعونا نقوم بتمثيل البذور فنرسمها ونعدها سويا الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابعة عشر الخامسة عشر السادسة عشر السابعة عشر الثامنة عشر التاسعة عشر العشرون الواحد والعشرون الثاني والعشرون الثالث والعشرون الرابعة والعشرون الخامسة والعشرون 26 27 28 29 30 شكرا لكم لمساعدتي في عد البذور ذكر في السؤال أنه أنبت ثلاث بذور من كل خمسة بذور انزريعت وهنا خمسة بذور أنبت ثلاثة فقط فيكون لدي إثنتان لم تنبت هذه الأولى وهذه الثانية ومن كل خمسة بذور أنبت فقط ثلاثة وإثنتان لم تنبت وأيضاً هذه خمسة أخرى أنبتت فقط ثلاثة وهذه خمسة أنبتت أيضاً ثلاثة وهذه خمسة بذور أنبتت أيضاً ثلاثة بذور فقط وهذه كذلك خمسة بذور أنبتت فقط ثلاثة بذور فيكون لدي شبكة من البذور عدد الأعمدة فيها ثلاثة وعدد الصفوف فيها ستة فنكتب ثلاثة ضرب ستة يساوي الثلاثة عدد الأعمدة أما الستة فهي عدد الصفوف فكم يكون الجواب أحسنتم ثمانية عشر بذرة ولننتقل الآن أحبائي إلى السؤال التالي أيهما يكلف أكثر شراء حقيبتين أم شراء ثلاثة أحذية أوضح إجابتي إذن أعطاني في السؤال حقيبة سعرها أربعون ريالا وحذاء سعره خمسة وعشرون ريالا ما رأيكم أن نقوم بحلها بطريقة مختلفة فلنقم بتمثيل السعر بوحدات فنرسم سعر الحقيبة أربعين ريالا وبينما سعر الحذاء خمسة وعشرين ريالا وهذه الوحدة تمثل سعر الحقيبة بينما هذه الوحدة تمثل سعر الحذاء ولنقارن الآن أيهما أكثر تكلفة حقيبتين أم ثلاثة أحذية نرسم الوحدات لتوضح المقارنة بشكل أوضح وأجمل نمثل سعر الحقيبة الأولى أربعين ريالا أما سعر حقيبة فكم يكون؟ أحسنتم ثمانون ريالا ولننظر الآن إلى تكلفة ثلاثة أحذية لنقارنها مع الحقيبتين سعر الحذاء الأول خمسة وعشرين ريالا أما سعر حذاء فكم يكون؟ ممتاز خمسين ريالا أما ثلاثة أحذية فكم يكون سعرها؟ ممتاز خمسة وسبعين ريال نلاحظ في المقارنة بين الوحدات أن سعر الحقيبتين أكثر من سعر ثلاثة أحذية فيكون سعر حقيبتين يكلف أكثر ولننتقل الآن أعزاء الطلاب إلى سؤال جديد اشترت ليلة مجلة ثمنها سبع ريالات وعلبة ألوان ثمنها ثلاثة عشر ريالا وبقي معها تسع ريالات فكم ريالا كان معها؟ دعونا نقوم بتمثيل المبالغ بوحدات لتسهل علينا عملية الحل فأرسم وحدة تمثل سعر المجلة سبع ريالات ثم وحدة تمثل سعر علبة الألوان ثلاثة عشر ريالا ثم وحدة جديدة تبيل لي المبلغ المتبقي معها تسع ريالات إذن جميع الوحدات تبيل لنا المبلغ الذي كان معها فالسبعة وهو ثمن المجلة أما الثلاثة عشر فهي ثمن علبة الألوان أما التسعة فهو المبلغ المتبقي معها فنكتب سبعة زائد ثلاثة عشر زائد تسعة يساوي كم الجواب؟ أحسنتم تسعة وعشرين إذن كان مع ليلة تسعة وعشرين ريالا ولننتقل الآن إلى السؤال التالي يرغب معلم في استحاب ستة وثلاثين طالبا في رحلة علمية إذا كانت كل سيارة تتسع لأربع طلاب وكل حافلة تتسع لسسعة طلاب فأي الوسيلتين أقل تكلفة؟ الجدع للتالي يبين لي وسيلة النقل المتوفرة للرحلة فهي إما سيارة صغيرة تكلفته عشر ريالات أو حافلة صغيرة تكلفته خمسة عشر ريالا ففي اعتقادكم أعزائي الطلاب أي الوسيلتين أقل تكلفة؟ ما رأيكم كيف أقوم بحل هذا السؤال؟ حسنا كما ترغبون سوف نقوم برسم جدول يبين لي عدد وسائل النقل اللازمة وتكلفتها نبدأ بالسيارة وكم أحتاج من سيارة؟ نلاحظ أنه لدي ستة وثلاثين طالبا وسعة السيارة أربع الطلاب فنكتب ستة وثلاثين تقسيم أربعة الستة وثلاثين وهو عدد الطلاب أما الأربعة وهو سعة السيارة فكم يكون الجواب؟ أحسنت تسعة سيارات تالي فإن تكلفة تسع سيارات هو تسعة ضرب عشرة يساوي التسعة وهو عدد السيارات التي أحتاجها لنقل ستة وثلاثين طالبا أما العشرة فهي تكلفة السيارة الواحدة فكم يكون الجواب؟ ممتاز تسعين ريالا إذن تسع سيارات ستكلف تسعين ريالا نأتي إلى الحافلة وكم أحتاج من حافلة؟ فأكتب ستة وثلاثين تقسيم تسعة الستة وثلاثين وهي عدد الطلاب الذين يرغب المعلم في استحابهم أما التسعة فهو سعة الحافلة فكم يكون الجواب؟ أحسنت أربع حافلات وما رأيكم؟ كم ستكلف عليه أربع حافلات؟ نكتب أربع ضرب خمسة عشر يساوي كم الجواب يا أبطال؟ أحسنتم ستين الآن بالنظر إلى الجدول ما رأيكم أي الوسيلتين أقل تكلفة؟ أحسنتم الحافلة تكلف ستين ريال بينما السيارة تكلف تسعون ريالا فتكون الحافلة أقل تكلفة وبذلك نكون أحبة قد تعلمنا اليوم اختيار أفضل خطة لحل المسألة فمن خطة حل المسألة أستطيع أن أمثلها أو أرسم صورة أو أبحث عن نمط وكذلك من خطة حل المسألة أن أكون جدولا فتختار منها أيصر طريقة لحل السؤال وأخيرا أسأل الله العظيم التوفيق لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة